بعد الحديث مطولاً ولسنوات عن الدفع عبر الهاتف الذكي أصبح الأمر حقيقةً في الإمارات بعد أن دخلت حقبةً جديدة في كيفية إنجاز معاملات الدفع عبر الهاتف الذكي الذي بات بإمكانه أن يشتري وجبة غذاء وتذكرة سينما وبطاقة سفر والكثير غير ذلك وفقاً لشركة تريبل التي أشارت إلى أن نسبة المعاملات النقدية في الإمارات تبلغ حالياً 75% من إجمالي المعاملات أكدت أنها طريقة مكلفة جداً وتتراوح تكلفة النقود بحسب خبراء الاقتصاد ما بين 1.25% و2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في حين أن المجتمعات التي تخلو من التعاملات النقدية يقل حجم نفقاتها اللازمة لطباعة الأوراق المالية وتداولها ما يقلس انتشار الأسواق السوداء وقلة حدوث الأنشطة الإجرامية وفي سياق التحذيرات لانعقاد مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني 2016 في دبي في الأيام القليلة القادمة أكدت الشركة أن منصات الدفع عبر الأجهزة الجوالة آمنة وسهلة كما تتضمن استخدام تقنية اتصالات المدى القريب ورموز الاستجابة السريعة بين العملاء معلوم أن تقنية الدفع عبر الهواتف الذكية ستجعل منها محافظة رقبية تخزن عليها أرقام الحسابات المصرفية والتي يمكن تعبئتها من خلال الإذاع النقدي عبر المنافذ التجارية المتاحة أو البطاقات الاعتمانية أو أجهزة الصراف الآلي أو من خلال عمليات تحويل الراتب عبر نظام حماية الأجور الذي أقره كل من المصرف المركزي ووزارة العمل في الإمارات زينب خرفاتي العربية